عندما تزور مشتد شلوق الوقع في بلدية ولد حملة بولاية أم البواقي تصادف كهذه المشاهد أرض زراعية طلها الجفاف في ظل عدم أنظمة السقف الفلحي وفي الجهة الأخرى أبقار الحلوب تشرب من مياه الصهاريج اللي راهو تعب تعب الفلح اللي هنا تعبوا لدرجة ما تصورش اللي هنا رانا عنا بأكتب أبار قديمة حفروها جدودنا النار رانا نشربوا منها وفينا حتى نشربوا كل الحيوانات الحيوانات رانا نستعملوا في صهاريج القاتلون يتطلعون إلى ربط أراضهم بسد بن هارون بينما أنبيب توصيل المياه على مقربة من المشتة ولكن لا يستفدون من نعمة هذه المنشأة المائية وبن هارون راهو فيت لنا بعد 300 متر وال400 متر راهو ما استفدناش منه نحن ذكرنا نعنيهم لازمة كبيرة الماء هذه نحن يومي ذكرنا نجيبوا سيدنا تالماء والماء تعبن هارون عاقب عنا على 500 متر ما كانش دارلو الديفياسي وروح لجبل واشرح نحضر نطلبو من سيد الوالي ينتظر لينا والسلطات المحلية ذو يفقونا على فين وما انتع الماء وضرقوا لليد العامي لارها كاينة والوسائل التقنية كاينة بس عخصنا الماء ما كانش كعود الماء تعبن هارون فيت عليك 150 متر و300 متر وما تم تسفدش منه واش تقول لي يتحك المعنويات كي تقول لي ما تخدمش الاقتصاد الوطني راح يطيح ورئيس الجمهوري راح أكد على هذا الحواج فيما يخص في اللاحين تأشلوق المحرومين من سقي سيد بن هارون احنا كمنتخابين رفعنا الانشغال الى الجهات المعنية لتكفل بهذا الامر هذا ويرهن السكان مشت التأشلوق المحروم على سد بن هارون الوقع بولاية ميلا المجاورة لبلدية ولد حملة بأم البواقي لتزويدهم بالمياه ما يساعدهم أكثر على تحسين أوضاعهم